بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم دمنا سلسلة مخطارات التقوى هذه المادرة وصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم إذن الله تبارك وتعالى بعدما بيّن مصير الكفار في جهنم جميعا وبيّن أنواعا من العذاب الذي يلقونه من حيث مأكلهم ومشربهم ومن حيث العذاب والنكال الذي هم فيه بيّن كذلك نعيم أهل الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم للمحسنين ثم كذلك ثنى بالنظر إلى ملكوت الله العظيم في السماء وفي المخلوقات بهائم وغيرها وفي الأرض وفي الجبال ثم أنهى هذه الصورة بالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فكأنّا ما المراد أنّا يا أيها الرسول فمن أراد أن يؤمن فلقد رأى من آيات الله الكبرى في الملكوت في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البهائم هذا بالنسبة العالم المشاهدة وكذلك من أراد أن يؤمن فلقد يعني أعطيته من الآيات ما فيه مزدجر وبينت له مصير أهل الجنة ومصير أهل النار يعني هذه الآيات كلها فمن أراد أن يتدبر فليتدبر فهي كافية له وأما من لم يتعظ فإنما عليك الذكرى يعني الآيات الأواخر مناسبة لما تقدم يعني الآيات الأواخر يعني كأنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم اللي أراد أن يؤمن فلقد أعطيته من الآيات ما فيه كفاية أما من تولى ولم يؤمن فلست عليه بجبار ولست عليه بوكيل ولست عليه بمسيطر لأن الآيات كلها ظاهرة والآيات كلها يعني بينة واضحة فالذي أراد أن يؤمن فالأمر بين ومن أراد والعياذ بالله أن يقفر فقد تقحم النار على بينه يعني ليس له عذر إلا أنه رأى النار ورمى بنفسه داخل النار ما عنده حتى عذر لذلك الله تبارك وتعالى يقول له فذكر إنما أنت مذكر خلص بعد هذه الآيات وبعد هذا يعني التعليم كله وبعد هذا الوعظ كله وهذا الإرشاد كله وهذا التبين كله فما عليك إلا أن تذكر أكثر من هذا لا إنما أنت مذكر وظيفتك أيها الرسول إنما تذكر وهذه يا إخواني الكرام يعني تبين لنا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل أعطى لهم منزلة ومكانة معينة لا يتعدونها ولا يجوز كذلك نحن أن نتعداها بهم يعني وهي مسألة الرسالة ومسألة الذكرة يعني واحد يقول لماذا الله تبارك وتعالى قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة يعني نقول له هذه لها آيات أخرى وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبابك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أما باش يهدي الناس ويدخلهم للإيمان بالقوة ما يستطعش لنقلوب العباد كما ثبت في الحادث الصحيح أن قلوب العباد بين أسبوعين من عصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقلوب الأعباد كلها بيد ربي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي فهمنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي لأن الله تبارك وتعالى القلوب بيده كم ترى كم يعني ترى الناس يعني وبعضهم يعني في إيمان وفي خشوع وفي دين وفي صلاة ولكن أخر أمرهم العياذ بالله يرتدون إلى الكفر ويرتدون والعياذ بالله لا ترك الصلاة وغيرها وكم من أحد تراه منهامكا في الشهوات منهامكا في المعاصي لا يأبه بدين ولا بالصلاة وقد تحكم عليه ابتداء على أنه من أهل النار ولكن سرعان ما يقلب الله تبارك وتعالى قلبه فيصبح من أهل الجنة ويصبح في عمل أهل الجنة جعلنا الله وإيكم منا إذن الله تبارك وتعالى يبين وظيفة الرسل ويبين وظيفة جميع الرسل على أنكم ابتداءا أن عملكم هو الذكرى أنكم تذكرون الناس يعني تعلمونهم تخوفونهم بالنار وترغبونهم في الجنة ويتبينون لهم مصير الكفار وماذا أعد الله لهم تبارك وتعالى يوم القيامة من العذاب الشديد ومن النكال وغيره وكذلك تبينون للناس ما أعده الله تبارك وتعالى لهم من الجنة ومن المنعيم المقيم إذن أما غير هذا فلا تستطيعون أن تخلقوا التوفيق في قلوب الناس ولا أن تقلبوا قلوب الناس من الكفر إلى الإيمان ولو كانوا هؤلاء الناس من أقرى ذوي القربة فمنها كيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرص بش دخل الإيمان العم لهو أبو طالب بابة عالي رضي الله تعالى عنه وعم الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة على أنه مات مشركا كافرا فمنها كيف وموجود في القرآن الآيات التي اختصت بهذا الشأن وكذلك موجود في الحديث وقلت لكم الحديث الذي رواه مسلم وغيره في باب في صفة جهنم على أن أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب هو الخفل عذاب يخرج إلى ضحضاح في جهنم فيلبس نعلين من نعال جهنم فيغلي دماغه من شدة حرهما فيقول لا أحد أشد عذابا مني هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الخرصي على أن يجعل عمه مؤمنا ولكن سبق الله تبارك وتعالى أمره في القضاء والقدر على أنه يموت مشركا فمات مشركا ونزل في حقه إنك لا تهدي من أحبب يا محمد ما تستطعش تهدي اللي حبيته وإنما الهداية بيد الله فما أنت فما عليك إلا أن تذكر بلسانك تقول بلسانك أما أن تحول قلوب الناس أو تحركها فليس لك في ذلك أمر وليس لك في ذلك شيء وإنما ذلك أمره ومرجعه إلى الله تبارك وتعالى فهو الذي يقلب القلوب كيف يشاء وهو الذي يحول بين المرء وبين قلبه إذن هذه الآية بيّنت لنا وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ووظيفة الرسل كلها عامة على أنها أول شيء التذكير والوعظ والإرشاد باللسان فلست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قالوا ماكش مسيطر عليهم هؤلاء الناس ماكش انتل تجيبهم للإيمان بالقوة فمن أكيف وإنما أنت عليك أن تذكرهم باللسان الطيب بالحكمة وبالموعظة الحسنة فمن أتى فقد أتى إلى الخير ومن بقي فله العذاب الأكبر فمن أكيف لأن اللي بقوا مبغشيجي ماشي يعني راح أمره سهل وإنما راح الجاهل نمو العياذ بالله فمن أكيف فمن جاه إلى الإسلام وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به واعتنق الإسلام فقد نفع نفسه اكتداء انفع نفسه واللي مجاش ضر نفسه ولذلك أنت عليك الذكرى ولست عليهم بمسيطر وفي آيات أخرى فلست عليهم بجبار ولست عليهم بوكيل آيات أخرى ماكشنت جبار يعني تدخله للإسلام بالسيف لأنك لا تستطع ذلك لأن يا إقواني الكرام الأشياء هذا الله تبارك وتعالى يبين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني العمل العظيم اللي هو عمل النبوة لأن الذكرى يا إخواني الكرام يعني نفعها وعملها في القلوب أكثر من القوة لذلك قاله رب سبحانه لست عليهم بمسيطر لو خلناه سيطر وما اعطالوش الوع وما اعطالوش الذكرى كانت الناتجة تكون عكسية فهمنا لو كان الله تبارك وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لجميع الرسل أن يعملوا السيطرة مع الناس يعملوا القوة وخلالهم الذكرى ما يذكروش يعني يتساهلوا فيها وأنه ما أطلق لهم اليد في القوة يستعملوا القوة يستعملوا السيطرة القضية تكون عكسية الناس ما يجوش للإسلام لماذا؟ لأنه طيب ركجبته بالقوة وضربته وجال الإسلام مجرد ما تروح القوة هذه يرجع كما كان فهمنا كيف كيشغل أنت عندك كما تقول أنتو الرسول هذا تزير تزير عليه حتى يتسجم أنت تنحيتك ويرجع كما كان فهمنا كيف ولو تحط فوق وطون أنت كذا وترجعنيه بعد عام تنحي تنحي هذه الأثقال هذه مجرد ما تنحيها يرجع كما كان لأنك استعملت معها القوة فهمنا كيف لكن إنسان هذا لما استعمل معها القوة والسيطرة ولو جار الإسلام ابتداء وفرحنا بالي يعني كين ناس وكين كثرت المسلمين وكذا ولكن مجرد ما تروح القوة هذه أو تفشل أو تضعف يرجع كما كان وإنما الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بقلوب عباده فقال له يا محمد إن الذكرى تعمل في القلوب ما لم تعمله السيوف وما لم تعمله العصي وما لم تعمله القوة فلذلك فعليك أن تذكر الناس بالليل لأن الذي أتى ودخل الإسلام عن إقناع فلا يستطيع أحد أن يخرجه من الإسلام ولو بالقوة ومن دخل الإسلام بالقوة فيخرج من الإسلام بلا قوة همنا يعني الإنسان اللي اقتانع لذلك رب سبحانه يقول ذكر تكلم باللسان أكبرك تذكرهم رهبهم رهبهم جيبهم لله غير باللسان النتيجة تكون مليحة لماذا؟ لأن الواحد يقتانع يقول لك نجد للإسلام لأنني عرفت واش فيه فيه الجنة وفيه النار وفيه السعادة وفيه كذا لذلك أنا اخترت الجنة على النار ولما يجي الإسلام يجيه مقتنع أما هذاك يجيبهم يعني يشد ويكركر فيه ويضرب فيه بالعصة ويقول له يلا دخل الجامعة يلا دخل للإسلام ما هوش عارف كامل الإسلام ما هوش عارف كامل الجامعة لذلك مجرد ما تضعف القوة اللي جابته مجرد ما تضعف يرجع والعياذ بالله ويرتد فمنا كيف يرجع ويكفر بالإسلام لذلك الاقتناع يا إخواني الكرام أعظم شيء في الإسلام لذلك الإسلام دين اقتناع لما يجبرش الناس مش يدخلوا في الإسلام بالقوة وإنما يعطي لهم وإنما يبين لهم ويوضح لهم ويذكرهم حتى إذا دخل الإسلام يدخل وهو مقتنع رأي عارف وش رأي الدين فمنا كيف ما هوش يقول أنا ما نش عارف بابه جابني بالقوة ولا جدو ددنوني أنا ما نش عارف فمنا كيف لذلك كل واحد منه يعرف فعلاش راه مسلم يعرف علاش راه يعبد ربي يعرف علاش راه يمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف علاش راه يصلي فمنا كيف لذلك الله تبارك وتعالى يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك يا محمد أن تسيطر على هؤلاء الناس فمنا كيف لأن السيطرة أمرها عكسي أمرها عكسي ولا تفلح ولا تؤتي ثمرها وإنما الذكرى والاختناع هو اللي يفيد أما القوة مات فيك مجرد ما تستعمل معها القوة لما تروح القوة يرجع كما كان ولكن بالاقتناع لما يدخل الإسلام بالاقتناع لما تجيب له القوة باش تخرجوا من الإسلام ما يخرش لأنه اقتنع راه في الجنة كيف أنت تجي تخرجوا وتلعوا في النار ما يجيش معك مهما وريت له ومهما فهمت ومهما درت له من المغريات ومهما درت له من القوة ما يجيش معك لماذا لأنه راه مقتنع مياه في المياه باللي راه ماسك الإسلام راه في الجنة كيف أنت تجي وتخرجوا من الجنة وتدي الجي آخر لذلك الذي يدخل الإسلام بإقناع فلا تستطع أن تخرجه ولا يخرجه غيرك من الكفرة من الإسلام ولو بالقوة واللي تخلي الإسلام بالقوة تستطع تخرجه من الإسلام بلا قوة غير بالخبز تخرجه فهمنا؟ كيما رام يديروا لبعض الناس غير بالخبز غير بالدواء غير باللبسة رام يخرجهم يكفرهم يعطولهم 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 اشتربوا يكفر بينما المسلم كيموت جوع ما يرجعش على دينه هذا هو المسلم الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أحد الصحابة ويقول له يقول لا تشرك بالله شيئا ولو قطعت أو حرقت ما تشركش برب ياله كان يقطعوك ولا يحرقوك ولكن والعياذ بالله أصبح الناس يعني الآن الكثير منهم في شرك بدون ما يقطعوه بدون ما يحرقوه غير يمرض لهوليد وبرك يقول لك وانا كيفاش الدين الكبد التاعي ومرض قالوا لي روح لهنه ورحت قالوا لي روح لهنه ورحت وين قالوا لي نروح أنا يا مريض عندي الولد مريض ماكاش كيفاش الدين ولكن يا أخي العزيز هل على جاء الوليدك اللي يمرض تروح أنت الجهنم وقد تديه معاك الجهنم لأنك تعالج بأمور شركية يقول لك روح المكان الفلاني ودي عتروس الذبح ولدي جاجك على ذبحها واردمها في المكان الفلاني وسبحها عليه وجبها لي وذبحها هذا كل كلام شرك ألا جلبت شي بره ليدك تروح الجهنم خالدا ومخلادا فيها أبدا وانت عرفت الولد هذا إلى بره لك هل يسجع ولا ما يسجعش ممكن يعذبك فمنها كيف لذلك يا إخواني الكرام نحن لا نشرك بالله يقول الرسول على صلى الله عليه وسلم لا ليوصي أحد الصحابة لا تشرك بالله ولو حرقت أو قطعت يلو كان يحرقوك ويلو كان يعذبوك ويقطعوك طرف طرف ما ترجعش لنرى يجي الفتن يا إخواني الكرام ريجية بلاوي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويعلمنا حتى نكون مثل الجبال في الإيمان ومثل الجبال في الرسوخ وإلى ريجية فتن كقطاع الليل المظلق يتلو بعضه وبعضا من أكيد الذي هو مضعبع في دينه ومضعبع في إيمانه تلعب به الأهواء وتلعب به الفتن كل ما لعبت بينما المؤمن الثابت يعرف فمنها كيف وأعطيتكم أنا أنفلة كثيرة ومن جملتها الصورة اللي فسرناها من سنوات مرت صورة البروج لما جابوا لهم الأخدود أصحاب الأخدود لما حفروا أخاديد كما تقولوا أنتم طراشيات تحت الأرض وعمروها بالنار وما زيت للآن قلت لكم ما زيت للآن في نجران في الحدود الحدود السعودية الحدود اليمنية السعودية ما زيت للآن الأخدود هذه موجودة والحجر مشعولة فيها النار كحلة فمنها كيف ما زيت للآن من ممكن حوالي ثمنتاشر ستاشر قرن أو سبعتاشر قرن سبعتاشر قرن قبل مبعث الرسل صلى الله عليه وسلم معاهد عيسى بعد موت عيسى عليه السلام وقعت قصة الأخدود هذه حفروا لهم أخديد تحت في الأرض كبيرة وعمرها بالنار وأجاجوها بنار لا يعلم حرها إلى الله ثم جاءوا بهؤلاء الناس الذين كانوا أتباع سيدنا عيسى لولين مشين صار هذا الله يلعبوا الآن يقول خلنا أتباع سيدنا عيسى وروحوا يديروا العيد بالشراب كذب هذا كله أتباع سيدنا عيسى لولين كما احنا نقوله الصحابة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لولين مجرد ما مات سيدنا عيسى خلاهم كانت النصرانية على حق وإنما النصرانية مرت بأطوار دخلت فيها البدع كما دخل في الدين الإسلامي البدع فهمنا لما جاءوا هؤلاء الناس اللي هم وثنيون يعبدون النار جاءوا تحكموا في الحابشة وتحكموا في فريقيا وتحكموا في اليمن وتحكموا في غيرها وهما اللي جاءوا بشي هدموا الكعبة أبراها الحابشي جاء بشي هدم الكعبة لأنهم كانوا يعبدون النار ما يحبوا حتى واحد يعبد حاجة إلا النار فمنها كيف لما جاءوا قالوا ماذا تعبدوا أولئي النصارى نصارى نجران قالوا ماذا تعبدوا قالوا نحن نعبد إله الله تبارك وتعبد الله الذي خلق كل شيء قال لم لا تعبدو النار اللي يعاني عبدوها يلي دللكم الضوء يلي طيب م Terre como ideas طيب قالت好 ام отдottakum falar ما conclusion خلقها لها سجرة وهذه الحاملين لتعلها ما كون كون خلقها لهذه الزند اللي تضربها حجرة تحقها لحجرها كاين موجود لنgemى اني و تشعلهم في الجهد كان عندهم كيدو كين محناyerان ومكاش عندهم كيدو وانا مكان مكايره faded Voynma كان عندهم الزند عندهم واحد الصجرة ينحوهم الصجرة蒼 husn الحجرة هذي تشعل النار يرقوا بها فمنها كيف قال طيب ايش كون نخلق الزند هذا. ويش كون نخلق العشجرة هذه. ويش كون نخلق الحجرة هذه اللي بها نشعله النار. قال ما نعرفه. شاهم هو يبتعبدوا النار وخلاص قالوا ما نعبدوش النار. نستعملوا معاقلوا وديروا اللي يبغيتو. قالوا النار هذي اللي انتم ما بغيتوش تعمنوا بياه احنا نحرقوكم ونعذبوكم بها. هي يد عذبكم. حفروا هم اخذتوا عمروها بالنار وبدأوا يجيبوا فيهم بالواحد ترجع على دينك ولا نرموك في النار ما يرجعش يرموك وهكذا الواحدين والآخر الواحدين والآخر وبعدين حتى وصلوا لمرأة آخر وحدة مرأة عندها وليدها صغيور يردع دائرته تحتها اكذا وجات لما شفت النار حايدت اللور لانها شفقت على وليدها صغيور فهمنا لما شفقت على وليدها صغيور وخرت اللور باش ترتد باش تولي على دينة موت سلك باش يولي هذا الطفل اللي راك تقول انت انا عائل جوه انعائل جوه لو بالشيخ باش هي برع وعلاش هي ما قالت شانا باش انكمل له انكمل له الحليب بتاعه وارضاع عن تاعه انولي كافرة باش وليدي يعيش باش ما ينحرق باش بركاكين موت انا يموت اوه فهمنا ولكن هي لما فضلت باش تموت هي يولدها في سبيل الله مجرد ما طاحت للدار عشت في الجنة هي لما توخرت اللور باش تساوي راسها انتقوا ليدها في المهد سمعته انتقوا ليدها صابي وقال لا اقحمي يا اما فانك على حق والدخل يا اما راك على حق ما تقوليش مع النار تعبد النار والله حتروحها هي وليدها وهذه راي موجودة في القرآن ما تقولو الشيخ رايقص علينا راي موجودة سطرة البروج النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا من هبوء الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد علاش عذبوهم هذه الناس هلو مبغوش يعطوا الغرامة ولا مبغوش يعطوا فلاحتهم ولا كذا مبغوش يدخلوا في الجندية علاش لانهم امنوا بربي بركة قالوا ربنا هو رب كل شيء ومالكه وخالقي اما النار فليس لها فليس لها شيء نار مربوبة مخلوقة ربي خلقها عذبوهم وما قال لهمش يالله مدام راح تحرقونا بالنار نرجعوه نولو على دينكم نعبدو النار ما تحرقوناش بالنار ولكن يا اخواني كرام نحن في ساعة من امرنا والعياذ بالله تجيد الناس يعني دخلوا يعني مداخل في الشرك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه لا تقوم الساعة انتبهوا يا اخواني الكرام الامر هذا مهم لا تقوم الساعة حتى يلحق شئام من امتي فيعبدون الاوثان قال ساعة ما تقومش حتى طوائف من الامران تعي لا يعلمو حصرها وعدها الى الله تخرج من الاسلام وتقولي تعبد الاوثان وهذا الحديث صحيح وموجود في اشراط الساعة وانا نشوفو ذرقيا روح جهة الغرب ولا جهة الشرق الكلام اللي راني نقوله هذا اللي راني نقول لكم هو اللي يدعى فمنها كيف هو اللي الدين جديد بينما الدين القديم والدين الصح هو كيتجلس عند القبر يضربوا البندير نساوي رجال ويتوفوا بالقبر ويتوفوا الضرماء في الكيف ويتخلطون نساوي رجال هذا هو الدين الصحيح بينما الدين اللي راني نقول لكم ما انا هو اللي يبدعا قال لك هذا الشيخ جاب لنا حاجة جديدة وكيم هذه كنار الشيخ واحد يحدثني تكلم هذه الشيخ في الغرب قال له واحد قال له شو قال له ما تكفرش الكلام في هذه الشيخ قال له انا راني سمحت لك وانا كنت يسمعوك الناس اخرين غادي يكون امرك كبير قال له وانا زيد بالزيادة لو كان لحقني في الثورة قال له نذبحكم ونقول خبيث قال له ولكن الثورة راحت قال له اهدر لي بغيك منها كيف يعني كي جاب له التوحيد قال له لو كان راك في الثورة نذبحكم ونقول عليه خبيث لنا كيف تتكلم في الاولياء بلي ما ينفعوش منها كيف احنا الاولياء ما قلناش نبشوا عليهم مقبورة منا حرقوهم قلنا ناس ما انا عندنا علاقة بهم الى الرحم عليهم اما نروح يعقيني ذلالي وعقيني الناص يا ولا يسلس لي السيارة ولا يسلس لي فهري. هذا ما عنده علاقة. or ر قال له أجعلتني لله ندا جعلتني أنا مساوي ربي قول ماشا الله وحده فقط ما غضب عنه غير على كلمة ما تعدبش فيها ما عرفش أهدرها أغضب عليه ما بالك إلا وجاء قال له يا رسول الله عطيني ذرارك عطيني الرزق زيتني من الجنة طول لي عرض لي كان يغضب عنه يا إخواني كرام الراجل غير قال له ما شاء الله وشيء أغضب عليه وقال له أجعلتني لله ندا جعلتني أنا مساوي مع ربي أنا وربي كيف كيف حاشا قال له أنا عبد مربوب أنا عبد بصير كيف بينما الرب والذي خلق كل شيء تبغي أي حاجة قول الله تبارك وتعالى ما شاء الله وحده فقط منها كيف وكان يقول للناس لما يجوه الأعراب وجاء واحد من البادية لما شافه بدأت الرجلين يستفقوا ويديه يستفقوا خاف لأن عمره ما شاف النبي عمره ما شاف كذا وجاء من العروبية لما شافه الرسول السلمية ترعد ضرب له على كتافه وطمنه ما قاش خافني كما ندرو حنايا ضرب له على كتافه وخاله قال له لا عليك يا أخ العرب هل اشراكم خاليا إنما أنا ابن امرأتين من قوريش كانت تأكل القده قال له أناbars اولد امرأة من قوريش كانت تاكل القده يعني كما يم كما يم كما يم كما يم بك كلهم كانوا يأكلوا القده أنا مش كما يم خلقها بالذب عليه كما يم تأكلها ولا البقلاوة قالوا يما كيما كانوا يأكلوا يقديد كيف كيف ليش تخاف مني ينطمنوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين دراجته احنا الاولياء ذو مشيران لنا بشوف يقبروا وينما نقولوا ليس لنا علاقة بهم وينما الشي كل شيء موجود عند الله تبغي ذلك يستيقى ودعي ربي تبغي سيارتك ما تكسرش يدعي ربي تبغي تجارتك تفلع دعي ربي تبغي ولادك يبرع ودعي ربي اللي تبغيها موجودة عند ربي كيما قال رسول الله في الحديث الصحيح سأل الله حتى الملح اسأل ربي حتى الملح ما تقولش لا لا ربي نسأل على السيارة الكبيرة بينما الملح نسحين قول ربي يعطيني الملح اسأل ربي حتى الملح يعني كل حاجة طلبها عن ربي لأن ابنادم كيتكفر عليها التبطيب يغضب ولو كان خوق يا سيدي كل نهار تسأل فيه كل نهار نعطيه لك كل نهار كذا بينما سمعه منه بينما ربي كيتكفر عليها التبطيب وكيتكفر السؤال يفرح بيكون يبغي منها كيف كيف تكثر على ابنها دموانو بابك وغالي ومنفه كل يوم بابهات أخيهاتي من لك بينما ربي يقول لك أنا كيف تكثر عليها نبغي لنقول عبدي عرف أنه ليس له هناك من يقضي حاجته إلا أنا إلا الله فقد أتى إلي فعنا جدير أن أقضي حاجته ربي يفرح بي يقول عبدي ها وعرف بلي حتى وحد ما يقضي له صالحته إلا الله ها وجاليه أنا نقضي له صالحته لذلك ربي يفرح بينا لما نجو نطلبه والبشر كل رحوا نطلبهم إلا كانوا حيين يغضب علينا ولكن ميت والله ليس له علاقة بنا أصلا ولرى ميت والله رأي الحسيدة رأينا يضافه وينظر ينحل شيش لرا في قبره ويقدر معنا ها كاش واحد ناظنا حلش شيش على قبره ما كاش منها رأي الراج الميت ما ندعى له قبل بره خلاص رأي الروح التعو في البرزق لا يعلموا الحياة تحى إلى الله لذلك يا إخواني الكرام هذا الناس هذا الناس أصبحوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا يعبدونهم أصبحوا يعبدون الأوثان هل يعبد سجرة واللي يعبد حجرة واللي يعبد أقبر واللي يعبد قزانة واللي يعبد سحاك كل واحد واش رأي يعبد واللي يعبد ربي سبحانه عبادة حقيقية هذا هو اللي رأي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كالقابضة على الجمر بحال رأي شهد الجمر هاي يطلق ولا يشد رأي يقاوم في الزمان ورأي يقاوم في الحرارة لأن يجد الناس كلهم في بيدع الناس كلها في منكرات الناس كلها في الشركية ويجد رأي هو واحده اللي رأي مطرر كأنني قل لك أنا اللي رأي على دين جديد بينما هم اللي رأي مع الحق منها كيف لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام ورأي جاية بسألة المسيح الدجال اللي عاناه الله اللي هو والعياذ بالله يطمس الدنيا كلها ويمشي للدنيا كلها ويفتن الناس ويعذبهم العذاب الشديد الناس كلهم يتبعوا إلى من راح يماره فمنها كيف المسيح الدجال هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخرج الناس كلها تبعوا غير المؤمنين قل لها هالة اللي يبقى وما يتبعوش لنه مناش يجيب جنة ونار يجي معها الجنة يجي معها النار عنده وديان من ذهر وديان من فضة وديان من عسر وديان من لبن كل حاجة عنده عنده كون كان يموت الإنسان يحييه يقول لنا ربك يقول وإيه أنت يا ربي يخلاص ماذا بي حييتني أنت يا ربي يقول له هاي الجنة هاي الماروين غير تزروح هذا شكل ما يعملش به الناس رأم جاءوا غير هنا ولي رأم النبي ورأنا طامعين يجاهدوا ورأنا طامعين يديروا الخير ولا طامعين يجيبون فتح القدس ويقولنا روحوا تصلوا وكذبوا كله فإذا ما بالك إذا جاء سيدهم وشيخهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكونوا بين يدي الساعة كذابون كثير بين يدي الساعة يكونوا الكذابين كثير كل وعد يقول لك من عندك حتى يجي شيخهم وآبوهم اللي هو الدجال لعنه الله بين يدي ساعي يكون الكذابين كثير كله عند يقول لكم من عندك حتى يجي شيخهم وابوهم اللي هو الدجال لعنه الله هذا لما يجي الناس كلهم يتبعون يبقى بعض المؤمنين الأدقية الأنقية جعلنا الله إن شاء الله منهم يهربوا للجبل يقولوا آه جعل دول الله هذا هو يهربوا للجبل لما قالوا للرسول عسلم كي يهربوا للجبل طيب الجبل ما فيه ماكلة وآخر الزمان كل شيء واللقاحة الغير واللي عنده الماكلة واجمعته قال لهم واش يأكلوا لما يروحوا للجبل قال لهم يكفيهم كما يكفي الملائكة التسبيح والتقديس والتحميد يقول له يسبحوا ربي ويقدسوا ربي هذه الشبعة التحمكين ملائكة الملائكة ما يأكلوش بينما باش يروحوا مع المسيح الدجال باش يأكلوا هذا مؤمنين والناس اللي راحوا باش يأكلوا في الدنيا ولكنهم وشيخهم الجهنم فهمنا ويجي ليكي ما قال الرصاص المراجل من خيرة المؤمنين يجي للدجال هذا هو المخير في المؤمنين في زمانه ينظر إليه فيقول له أشهد أنك الدجال الذي أخبر به رسول الله يقول له نشهد بل انتهى الدجال الأعوار اللي قالنا عليها الرصاص شفت المؤمن هذا أشهد أنك الدجال ما قالوش أشهد أنك إله قالوا أشهد أنك الدجال الذي أخبر به رسول الله قالوا على قالوا نعم يحكمه طبعه طرف 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 ويلوح كل طرف لليه يشتتوا وبعدين يجمعوا حط الراس هنا وليدين هنا ويكرعين هنا ويقول له قوم يقوم هاي يقول واش رأي يا قطعت لك يدك أمامك ورجلك أمامك ونحيط لك رأسك وكذا وزد تحييتك واش رأي ما شئنا ربك وضرقها ربك قالوا لا لا يقول والله ما يقولوش إيه انتهى وانا كنت غالب كمان ديروحنا يسمح لي أنا تذرك انتهى يقول والله لم أزدد بك إلا يقين قالوا الآن وينزد تتأكد باللي انتهى والدجال وارس إيه ما في حتى شك يزيد يقطع ويزيد يحيي يقول والله لم أزدد بك إلا يقين هذا وينزيد يتأكد مئة في المئة بل انتهى هو الدجال الذي لا تلتبس عنه الأفهام والأعيون بل أنتهى هو الدجال الأعوار الذي أنذر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر كل نبي أمته كل نبي أمته بهذه فتنة الدجال كل نبي علم أمته من هذا الدجال لأنه خاطر كبير عن الأم لما شافوا هذا ما ينجحش معاه ودرك يشوف الإنسان هكذا شافوا الدجال لما يشوفوا يعذبوا وما يرجعش يتهنى منه باشي الناس ما يقولوش لأن الناس رأوا يزريبا معاه باشر لأنه لو لو هكذا يخذ يخسر له البيع يقول يلا لوحوا في جهنم لوحوا علينا هذا في جهنم تهنوا منهم يلوحوا في جهنم اللي يطيح في جهنم يطيح في الجنة عنده جهنم عنده جهنم هي الجنة والجنة هي جهنم قال الرسوات اللهم تبقوا عنده جنة ونار النار تتعو تشوفها خضراء باردة النار خضراء باردة وجهنم جهنم تشوفها خضراء باردة والجنة تشوفها النار تشعل معكوس هذه القضية قال لما يقول له ادخل روح انت ادخل للنار كي تدخل للنار مجرد ما تدخلها تبقىها باردة وإلى فرحة انت تدخل لا ندخل لهذه الخضرة هذه اللي مليحها هي الجنة اطيع في النار عنده كل شيء معكوس هو قال لما يا الله هذا ما بغى شيء أمن بيا ما بغى شيء أمن بيا الرب التعوى اللي اخلقته يلا رموه في جهنم تهنه منه يلا يرموه في جهنم يطيعها في الجنة فمنها كيف والناس اصحاب الزرناجية والطبل وكذا كلهم ويدي كل حاجة عنده الزرناجية عنده الطبل عنده البندير عنده الموسيقى عنده المغنيات القينات عنده كلش كل حاجة اللي يبغيها الإنسان له والذات على شيء يقول لك اشرع لا كل من اصحاب القرآن لنرى جايل له را جايل الموسيقى وسنيترا را جايل شحال غير يضرب لهم يجو يجرو فمنها كيف كي انتا كي جايز بكري كي يرموه كي يرموه هذاك الحب ويبدأ يقول بيتي 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 ولا تشو تشو يجروا يجروا فمنها كيف يجروا يجروا يأكلوا اقدmission إلىspr�면ه يضرب لهم الموسيقى والبندير كنهم يجو ولكن انت كنت سمعت واحد يقرع القرآن يجيه ما قال لك شو الم欣ين عند الدجال يقرع القرآن للناس ما يقرع شو القرآن للناس لان لو كان يقرر القرآن للناس يقول لهذا النار مؤمن هو رجل يقرع القرآن ولكن هو يضرب لهم الموسيقى يضرب لهم البندير يضرب المنظر ناجية يجيبهم يجوا للعيد يجوا للعرس الدجال دائر العرس يجون عنده يديهم كامل الجعنم ويبقوا غير المؤمنين اللي يخافوا ربي لما يشوفوا بالفتنة هذه ما يستطعوش يسلكوا منها يهربوا ويلذون بشيغة في الجبال ويروحون إلى الجبال لذلك يا إخواني الكرام نرجعوا هذه كلها لش أنا سقطها لكم وعد يقول لك الشيخ خرجت عن الموضوع لماذا هذه كلها جبتها لكم باش تشوفوا الإنسان اللي رأى صخف الإيمان عارف وش رأى يدير ما شيء أنا مانش عارف سنحة سقصي فلك عارف وش رأى يدير مادم رأى تصلي ركبه من تعرف ربك تعرف الرسول من تعرف دينك ما يجيش واحد يلعب لك بهم لما بالك يلعب لك يكلخ لك يدي لك سيارتك يدي لك دارك يدي لك تصدامك بالك هذا يجي يجوا المؤمنين يعاولوا يضعليك يلقى وكتبكي هذا هذا يقول لك يكرموك ولكن إلا دى لك دينك يجي واحد يعطينك دين خلاص إلا دى لك دينك يعني هذاك يا جهنم اللي لعب الدين ولعب جهنم لعب الجنة راح تلون جنة دا جهنم إلا راح تلون جنة يعني راح الجهنم فمن هذه لذلك يا إقواني الكرام الإنسان ما يلعبش بدينه يعرف وش راه يدير يعرف ماذا يعمل وإلا إذا كان الإنسان مدعف عند عدع في دينه هكذا وهكذا هذا مستكيم ضايا علي الريح اللي جيت الدين همنا كيف؟ والمسيح الدجالي جاهدك من باب أولا لذلك يا إخواني الكرام انتبه وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتن تكون بين يدي الساعة والإنسان يغدو يغدو مؤمنا ويمسي كافرة ثم يمسي مؤمنا ويغدو كافرة يبيع دينه بعرض الدنيا آخر الزمان يقول لك الإنسان يصبح مؤمن كترحك العشيارة يقول كافر فهمنا وبعضين كائنا للعشيارة مؤمن الصباح يصبح كافر كل يوم الميزان طالع نازل علاش لنمو وشلثة ببيت علاش يبيع وسمعوا العظم انت على الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كأنه كأنه رأى في عصرنا الآن علاش هذا الراجل يصبح مؤمن والعشيارة يقول كافر والأخر العشيارة يقول كافر يصبح مؤمن علا قال لك يبيع دينه بعرض الدنيا يبيع دينه بالدنيا ها وحلف حلفة تعال حرام علاج للدنيا باش يجيب التجارة ولا يجيب حاجة ها وضيع دينه فهمنا كيف لذلك الإيسان يلعب دينه علاج اللقمة هذه اللي هي يعني يأكلها الصباح يرميها العشية وهكذا يبيع دينه بعرض الدنيا يقول لي علاج للدنيا يسهل في دينه وعالاج للدنيا يضيع دينه ولا ضيع دينه راح أتلو الحياة الأبدية راح له النعيم الأبدي وعاش ولم يعيش إلا ما قدر الله تبارك وتعالى له فهمنا لذلك يا إخواني الكرام الثبوت على الإيمان الثبوت على العقيدة الصحيحة الرسوخ في الدين هو اللي ينفع وإن الإنسان ما أشعره وش رايدي يرجع ويثبت رؤية وش رايدي لأن الإنسان بشيء عبد الله تبارك وتعالى على بينا يكون عنده عقيدة صحيحة يكون عنده توحيد صحيح ما يجي حتى أحد يلعب له بدينه ولو يمرض ولو يمرض ولو يدراني يقول الله راح تروح لهناك ولا تروح هنا يقول له خليه يموت بين يدي إلا إذا القتله طبيب الشرعي يعاجه أما باشا الروح تدني للجزاز ولا للشوافات ولا للمراطين ولا انطف بالقبر والله ما الروح خليه يموت كنت من رجلية فهمنا كيف كما هذا المرأة المؤمنة لما رفضت ولدها صغير وخافت على النار قال له ولدها روح الظلم في النار باش تروحي للجنة تبقيهم تعمدي النار حتى تروحي للنار ورجعت المرأة وفي نفس الوقت رمات نفسها هي وليدها فهمنا كيف وما بغاش تعيش على الشرك لأنه إذا عاشت على الشرك مجرد ما تموت خلاص راح تلجهنم ولكن هذه الطيحة التي طاعت الطيحة على النار مجرد ما تطيح عشيت في الجنة غير تطيح في النار تعشي بالجنة لأن النار الله تبارك وتعالى هذه النار ما يجعل pc للمؤمنين نارا وانما يجعلها كما قال الله تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم كوانت بردا وسلاما فقلنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هي نار ولكن سيدنا إبراهيم جالس يعبد الداخل هو النار تأجج وبعدين يا أكبر من ذلك كله أنها كان سيدنا إبراهيم موثق بالحبال من وراء ظهره وكذلك في يديه وفي رجليه كان مربوط بالأحبال ملور في ظهره وفي رجليه ملور جاءت النار أكلات له الأحبال السمعوا مليه النار أكلات له الأحبال وصبحوا يديه مطلوقين ورجليه مطلوقين وأصبح يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى لداخل النار واحد يقول كيف اشتاكله الأحبال وما أكلات له شيء يديه ما شيء شغلك يا أخي العاجز الله تبارك وتعالى أعطالها الأمر كولي هذي وما تأكليش هذي أكلات الخشب كل شيء حتى أبقى غير الرماد وخلص سيدنا إبراهيم وراح يمشي أبقى عاجبي في النمرود يخذر الناس سلمة والناس اللي هربوا كل واحد وصار له والنمرود قال لهم هذا هو أكبر السحاري لأنه مهروفين كما فرعون لما سيدنا مسجاب الآيات البينات العظام قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر هذا سحار وأنتم والأخرين سعبة هذا أنتم والشيخ تاكم في السحر والشيخ كل يوم يغلب التلاميذ من أكبر ما قال لهمش هذا نبي لأنه أغلبكم هذا نبي قال هذا شيخكم هذا كبيركم الذي علمكم السحر هذا شيخكم في السحر والشيخ لابد يغلب التلاميذ من أكبر لأن القلب والعياذ بالله إذا كان مطموس على الكفر مطموس والعياذ بالله عن الرؤية الحقيقية للدين لابد يتخذ تعاليل ولابد يتخذ أشياء يتعلل بها ويتهرب منها من الدين فمن أكيد إذن نرجع للآيات الكريمة يا إخوان الكرام لست عليهم بمسيطر إلا من تأولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وبعدين هذه الآية العلماء قالوا إنها منسوخة بآية السيف لأن هذه الآية اللي قال له ربي صبحانه ذكر إنما أنت مذكر يا محمد ذكرهم ما تسيطرش عليهم هذه كانت في فطرة معينة من الدعوة النبوية لأن الدعوة النبوية يا إخوان الكرام جاءت بالتدريج في كل شيء جاءت بالتدريج الخمر فيها تدريج فمن كيف الربا فيه تدريج يعني عدة أحكام فيها تدريج مثلا الدعوة من ناحية المشركين والكفار فيها تدريج لأن في الأول بدار رصاصم يدعو يدعو وبعدين لما جاء الأمر قال له خلاص يا محمد أستعمل السيف الآن وجاءت في سبيل الله لما جاء جهت في سبيل الله فلا يقبل من المشرك إلا عمراني إما الإسلام وإما القتل تدخل في الإسلام ولا يقع الراسك هذا بالنسبة للمشركين أما بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى عندهم ثلاث أمور ثلاث أمور فمنها كيف إما الإسلام وإما الجزية يعطوا الفلوس وإما السيف هذا بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى الناس الذين لهم كتاب أهلوا كتاب يعني لو تقوم بيناتنا وبينهم يعني لو تكون لنا دولة إسلامية ونروحوا نحاربوا في فرنسا وفي إسبانيا باش الردوا الأملاك انتع جدودنا لراي ثمة ونردوا الإسلام اللي كان ثمة ونحاوه وجزروه ونحاوه واجتثوه من العرض باش نرجعوه ونقفولهم وقلهم عندكم ثلاث حوائج ترجعوا للإسلام تقول لهم مسلمين قال ما نبغوش تعطوا الدرهم تعطوا الجزية عن يدين وعنتم ساغرون تعطوا الجزية والجزية هذه يقررها الفقهاء الكبار موجودة في الكتب كل راس يهودي كل راس نصراني يدفع مقدار معين لتاع الفلوس إما بالشهر وإما بالسنة يجيبها للدولة الإسلامية فهمنا قالوا ما نعطوا له هذه لن دخلوا في الإسلام ولا نعطوا جزية ما نعطوا له دراهم ولن دخلوا في الإسلام يبقى لهم الشرق الثالث وهو السيف الحرب في سبيل الله الجهاد في سبيل الله هذا بالنسبة للنصارى واليهود الذين لهم كتاب أما المشركون الذين ليس لهم كتاب فليس لهم إلا عمران إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا لذلك هذه الآية كما قال العلماء أنها نسخت بآية السيف التي أطلق الله تبارك وتعالى فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل القوة وأن يستعمل السيف في الجهاد في سبيل الله فمن كيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ناضي جاهد فلا يقبل من المشركين إلا أمران إلا أمر واحد على وهو الإسلام أو يموت فمن كيف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قام الجهاد في سبيل الله في المسركين هم اللولين فأتجاهد في المسركين هم اللولين وبعدين زاد رجع وجاهد في اليهود عدى الله لما امتنعوا من الجزية فجاهد فيهم ثم أجلهم وأخرجهم إلى خيبر ثم سيدنا عمر أخرجهم من خيبر إلى أذريعات الشام وطردهم للشام ومن وقع حتى يهود بالجزيرة وما أبقى حتى نصراني بالجزيرة العربية الله تبارك وتعالى مدام تكلمنا علىative المسألة هذه الله تبارك وتعالى إن شاء الله كذلك يجليهم إن شاء الله عن الجزيرة يجليهم جلاءً إن شاء الله نهايًا وليد بقي منهم رأية وليد وذهب لا يدرك لها مولايا إن شاء الله لا لدولة المسلمة ولا لأحد من المسلمين ان شاء الله تبارك وتعالى يلززل العرض من تحت أقدامهم ويلعنهم ويطردهم شر طردها إن شاء الله ولا يقيم لهم راية ولا يقيم لهم ولاية إن شاء الله في جزيرة العرب وفي جميع دول الإسلام إن شاء الله إذن يقول الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفى الذي يتولى عن الإسلام ويكفر ويجاهر بالكفر ويجاهر بأنه ليس وليا للإسلام فهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم وجاز للمسلمين أن يستعملوا معه القوة فمن أكيب لأن هذا أصبح مجاهرا بالمعصية مجاهرا بالكفر مجاهرا بالشرك هذا يستعمل معه القوة فأجاز له أن يستعمل معه السيف ويستعمل له القوة لأن هذه الآية يا إخوان الكرام كما قلت لكم نسخت بآية السلاح أو بآية الحرب أو بآية الصيف أو بآية الجهة إذن إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر هذا اللي تولى وكفر وما بغاش تبع الإسلام وجامع الأدلة موجودة متضافرة واضحة بائنة ما بغاش يرجع لها هذا ربي سبحانه يعذب العذاب الأكبر ويقول ليش هناك عذاب أصغر وعذاب أكبر إحنا قرأنا يعني قبل قليل يعني قبل أسابيع تكلمنا على صورة الأعلى لما قال الله تبارك وتعالى يصل النار الكبرى النار الكبرى هي اللي فيها العذاب الأكبر فهمنا لما تكلم الله تبارك وتعالى عن النار الكبرى فهي التي فيها العذاب الأكبر لأن النار يا إخواني الكرام دركات عذاب الله تبارك وتعالى منها النار دركات والجنة درجات الجنة درجة فوق درجة حتى العلو حتى كما نجوم نجوم شكون يوصل لنجوم أكذاك يوم القيامة كاين للرتبة تعدكم كما نجوم يقول لي يقول هذيك النجمة الرئيظة ويا في السماء الفوق هذيك شكونه يقول لك هذك فلان بالفلان صاحبنا اللي كان يصلي معنا واش وصلوا لثماء شوف انت واش وصلوا يكان يصلي معاك ولكن هو كان يجتهد وانت كنت تنعس هو كان يجي صلي الفجر في وقته وانت كنت تصلي على العشرة فمن أكيد ما تتلاقاه شي ولو كنت في دشرة وحدة واحبابه في عائلة وحدة ما تتلاقاه يوم القيامة رتب بتاع الجنة ودرجات الجنة تكون متفاوتة كما ترى النجوم الغابرة في السماء نجوم شوف احنا ورنا وشوف النجوم وره بعيدا ما يعلم بعدها إلى الله وذلك يوم القيامة تكون الفرق بين درجة تفلان ودرجة تفلان كما الفرق بين النجوم اللي رأيها أملة في السماء وفرق بين نحن لرانا جاسين في العرض ماشي كما العمارة خارت تطلع تقول طب طبعا يتطلع نجيتك ما تجيبش تلحق له فمنها كيف لما رأى في درجات ما يعلم بها إلى الله لأنه كما كان هنا يسارع في الخيرات ويسابق في الخيرات فحق له كذلك الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته في الجنة فمنها كيف أن تتصلي الأوقات تاعة وترح تجري لحانوتك وهو يصلي الأوقات وريع يسبح ويصلي للرواتب ويصوم ويدي للخير وكذا وانت يجي حتى تسمع قامة الصلاة تجري وهو غير يسمع الأذان يجي يجري فمنها كيف ما هوش الجري الجري ما هوش مطلوب فشرة وإنما يجي يسعى للمسجد ويصلي الرواتب ويجلس يذكر الله إذن ما تجتمعوش كيف كيف وإن كان المسجد فيه زجرة كما صلتوا في المسجد ولكن القلوب التي أتيتم بها قلوب تختلف هذا جاء حارس وجناوي الخير والأخر قالك هاه يا الله نزل نروحه يا الله نصلوه نروح ونخدمه على رواحنا فمنها كيف ما تتلقاش ما تتلقاش هذا لنا القلوب متفاوتة في الفضل ومتفاوتة في الإخلاص ومتفاوتة كذلك في الصدق ومتفاوتة في الإيمان فبالتالي تكون يوم القيامة متفاوتة في الجنة الجنة يا إقواني كرام درجات والنار دركات لذلك يقول لربي سبحانه أن يسلم العذاب الأكبر يعني عذب ربي سبحانه العذاب الأكبر اللي هو أكثر من العذاب اللي هو أدنى كما انتع أبو طالب اللي تكلمت لكم عليه قبل قالين أنه يخرجوه لطحت حتى جهنم من أكيد لما يخرجوه لطحت حتى جهنم يلبسوله زوج بلاغين تا جهنم يغلي دماغه من حرهما يلبسوله زوج بلاغين تا جهنم يبغى دماغه يطمخ يقول لهم لا أحد لا أحد أشد عذابا مني يقول لهم حتى واحد ما هو يتعذب كما نبين ما هو ذو الخفيف فاصحب جهنم ذو الخفيف مرة أما العذاب الأكبر والعياذ بالله هذا لا يعلم والعياذ بالله لا يعلم عظمته ولا يعلم نكاله إلى الله تبارك وتعالى بحيث كما قال العلم ما هو فيها أحاديث كثيرة على أنها العقرب يا إخواني الكرام كل كمرة كم شفتوا عقرب واللي ما شافاش يعني حية صغيرة غير قد سبعة من هذا ما أكبر فهمنا كيف هذه العقرب بتاع الدنيا يعني لا بغي تحطها في الميزان بلك توزن مثلا عشرين قرام ولا كلازين قرام يا سيدي ديرا خمسين قرام فهمنا العقرب بتاع جهنم مش حال تقوله قد منها قد الناقة قد الناقة الكبير هذه العقرب العقرب بتاع جهنم العياذ بالله قد الناقة التوبرة كم شفتوا الناقة واللي ما شافاش توزن أقل شي عشر قناط ولا خمسة قناط هذه كل عقرب قد هكذا فما بالك بالثعبان العظيم فعابين ما يعلم بها إلى الله رأي في الدنيا هذه الإيسان اللي كي شوفها يعني يشمع إز منها فما بالك إذا كانت يوم القيام ما هي آلات النار هي اللي تعذب والله يا إخواني كرام أنا شفت في بعض الدول يعني الكبرى هذه شفت الثعابين هذو ديرينهم في الشباك تعسجاج وفوق الشباك تعسجاج في البيوت تعسجاج الشباك كبير والله الإيسان كي شوفها بعينه يشمع أزمنها كين اللي فيها ستة مترات طول ثعبان من فريقيا جايبين وفيه ستة مترات طول والقناة نايم قلت للسائس هذك اللي يوكلهم ويشربهم قلت له هذا وذرك كيف حرفته هو العرض انتاعه يا إخواني الكرام يستطع يبلع يبلع خروف بطوله يبلعه كبرى هكذا كي ما تقول انتهي التين والتاع عشرين فهمنا هذا القناة نايم قلت له هذا كيف اشدرق قال الكرة نايم الرغوة العلافهم وهكذا داخلا هو جالس نايم في الشبكة وفي القفص قال له هذا يضرب الآن ثلثة شهور تاعش تاكامل هو نايم يأكل قبل الاشتاء يأكل مليح يقرس روحه مليح وبعدين يضرب ثلثة شهور تاعش تاواني ما ينظر نحوص عليه نتهنه منه قال كي تنتهي يشتاء ينظر يبدأ يأكل طيب احنا لو كانت قل وعد قل اسمع هذا اللي راك تشوف به يوم القيامة عذبك ربي به واش رايك يقول لك أنا آخر ما نحتاج لا دراهم ولا نحتاج السيارة ولا نحتاج واش مغير بعدني غير هذا برح فهمنا لذلك يا إخواني كرة ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة الإنسان لا يجسمعهم له لما يعطيش الزكاة عنده ماله ما يعطيش يوم القيامة يمثل له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعا أقرأ له زبيبتان يمسكه بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك يوم القيامة الإنسان اللي عنده ماله ما يزكيش استمعهم له يوم القيامة يمثلوا ربي هذا المال يمثلوا له واحد الثعبان كبير ما يمثلوش اسبعه اللافين لأن الواحد يشوف الفيل يستانس به يلعب معه همنا كيف بينما ثعبان حتى أحد ما يقولك أنا ما تخش ثعبان هذا اللي عندنا في الحشيش بينما ثعبان قد السير يديد على الجامعة يقول لي ما تخافوش فهمنا يوم القيامة يلوينوا ثعبان على رقبته المال التاعه هذا يولي له ثعبان كبير وهو تعرف وكتمنى يكون الرجل تعجاه النملة يقولي وليش كما احنا يوزن خمسين ولا سينك ولا قنطار الجاعدة انتاعوا كما قلت لكم كما بين مكة والمدينة هذه الجلسة تعال الراجل تعال صحاب جهنم النابل انتاعوا قد يجب الأحد تصوروا انتما واحد يحطوا جبل فوقيته قد من يكون هذا الراجل هذا ما يعلم بالعظمة انتاعوا إلى الله لذلك يجي هذا الحنش الكبير يضل على رقبته ويحكم له شوال يبدأ يصير ويعض يقول له أختيني بعدين يقول له أنا كنزك أنا مالك يا كنت بغيني وكنت الدافة فعلية وديرني لداخل مخده في الوسادة وتنعسفوك يأخر أنا ندير الدرام في الوسادة وفي الداخل تراه من داخل الكوفيرت أو في شي يسموه هذا المطرح هذا يدير الداخل ويينع السفك ويدفع ويدفيه يقول له أنا كنزك أنا مالك يا اخو رسول صلى الله عليه وسلم قرأ قرأ آية موجودة في صورة ألي عمران ولا يحسب أن الذين يبخالون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الطوق يا إخواني الكرام هو الشيء الذي يحاط بالرقبة فيقال عنه طوق نشهد المال هذا يوم القيامة طوق والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم مفسرين للقرآن لما تقرأ انتهى هذه الآية بلا تفسير تبقى حاير كيفاش المال بتاعه يدوروا عليه يديروا فيه يديروا دراهم يديروا ذهب كيفاش يديروا شطرب كيفاش يدوروا له على رقبته الرسول صلى الله عليه وسلم والريالة كيفاش يدوروا له على رقبته يردوا له ثعبان كبير ويدوروا له على رقبته ولما يدور يقول لي زيديه ترى معه نكاية في العذاب وزيادة في الناكال يقول له أنا كنزك أنا مالك يخفى الدنيا كنت تبغيني والدفدف عليها وتسني أنا تنظرك الريح معك وين الروح أنا تاع كنت انتاعي كيفاش ولكن ما شئك ذاك يبدأ يعظ فيه يا إخواني الكرام عذاب لا يعلم كنهه إلى الله هذه العقرب يا إخواني الكرام الصغيرة اللي يعني الإيسان يعني تلدغه إلا كنستطع يعالج وإلا يعني يمرض وفيهم اللي عندها يعني سم يعني جامد وعندها سم يعني صحيح مركز هذه ممكن تقتل الإنسان وتقتل حتى الجمل الجمل رأى يمشي تضربه من تحت ينزل فمنها كيف تدخله تحت الرمل تضربه ولكن هذه لما تكون العقرب السوداء الواعر وما كان العقرب السفراء هذه شوية فمنها كيف فما بالك إذا كانت الغلط التاحة والكبر التاحة قد الناقر قد الجمل كيفاش تدير للإنسان هذا ويكون هو ثاني عنده جثة كبيرة تعظ هنا وتعظ له والسم يطلع ويمشي حتى الحق للقلب لذلك يا إخواني الكرام لذلك ربي لما قال العذاب الأكبر يبين لك بالليل العذاب هذا ماشي سهل ماشي العذاب كما رأم الطواغي تعذب المسلمين إن حولهم شفارة العينهم وضفارتيهم ويعذبوهم فمنها كيف ويدرهم في السيلون ويدرهم فيهم الميقطر هذا كل سهل هذا كل لعب فمنها كيف هذا إذا قيسع باب العمر اللي موجود في الآخرة هذا ضحك فمنها كيف وإنما العذاب انتعى الصح هو عذاب جهنم أعظنا الله تبارك وتعالى منها جميعا لذلك يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى لاستعليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر كين عذاب دون الأكبر وكين العذاب الأكبر للذي تولى والذي رعى الآيات المعجزات العذاب ولكن لم يسلم ولكن لم يدخل في الإيمان فله العذاب الأكبر وبعدين رب سبحانه يسل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعزه ويطمئنه بالآية الآخرة ألا وهي إنا إلينا أيابهم ثم إنا علينا حسابا يقول له يا محمد لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تتأسف لأن مهما طالت أعمارهم ومهما طالت ملذاتهم ومهما طالت يعني منكرهم طال منكرهم في الشرك وفي الظلم وفي إيذاء المسلمين سيرجعون إلينا شفت كيف يرجعون ربي سبحانه إنا إلينا أيابهم ثم إنا علينا حسابا الإياب العرب تقول في اللغة الإياب والذهاب الذهاب والإياب يعني الذهاب هو المروح الإياب هي الرجعة يعني قال له ربي سبحانه يرجعون لنا إنا إلينا إيابهم وين يروحون يرجعون ربي يموتوا ويرجعون ولما يرجعوا واش ثم إنا علينا حسابا وبعدين ربي سبحانه لما يرجعوا لعنده إيه حاسبهم المحسين على إحسانه والموسيء على إساءته والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا سبول الرشاد إن شاء الله وأن يعفو عننا ما كان فينا من تقصير في تفسير هذه الآيات وفي بياني معنى المراد من الله تبارك وتعالى فيها وصلى الله عليه واللهم وبارك وصلى الله عليه واللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبرك الله فيكم وجزاكم الله خيرا